أعلنت الدكتورة فريدة الحسن المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة خلال الإحاطة الإعلامية حول آخر مستجدات فيروس كوفيد-19 أنه بناء على الوضع الوبائي وانخفاض حالات الإصابة بالفيروس فقد تقرر تغيير دورية إناقاد الإحاطة الإعلامية لحكومة الدولة لتصبح كل أسبوعين بناء على مستجدات الوضع الوبائي وانخفاض عدد الإصابات في الدولة نعلن بأنه قد تقرر تغيير دورية إناقاد الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات لتصبح كل أسبوعين لموافاتكم بآخر مستجدات جائحة كوفيد-19 ندعو الأفراد من جميع الفئات المؤهلة للتوجه لأقرب مركز للتطعيم لأخذ اللقاح والجرعات الداعمة نؤكد على أهمية التزام أفراد المجتمع وتقيدهم بجميع القرارات والإجراءات الاحترازية والذي يعد من أهم العوامل الداعمة للجهود الوطنية ولصحة وسلامة الأفراد ترجمة نانسي قنقر